ما يستند إليه في ثبوت مشروعية الحج قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا وهذه الآية الكريمة تضمنت فرض الحج وشرطه والغرض منه فالغرض منه العبادة التعبد الله عز وجل بقصد هذا المكان وذلك لذكر المقصود بالعمل حيث قال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وتضمنت الفرضية بقوله على الناس حج البيت وتضمنت شرطه في قوله من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا فهذه الآية دال على فرضية الحج ووجوبه وفرض الحج في هذه الآية لم يكن مقصورا على فئة من الناس بل على جميعهم إلا أن السنة بينت من الذي يجب عليه الحج فشرط الوجوب معلومة من أدلها أخرى وليس على كل الناس وليس على كل من استطاع من الناس إنما على المسلم البالغ الحر المستطيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر